موسيقى موسيقى إخوة الإيمان في متابعة لإفتتاحية سورة الأنعام حيث قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وطفنى على بعض معاني الحمد وأهمية الحمد فهو الذكر المتواصل من الدنيا والذي لا يتوقف في الآخرة وإنما يلهم كما يلهم النفس كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك الأمر فهو أحب الكلام إلى الله وهو أفضل الدعاء وهو الذي افتتح به القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم وافتتحت به خمس سور فبعد ذلك نصل إلى قوله تعالى الحمد لله على نعمه التي لا تنتهي وهنا خص الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بما فيها من الأعطيات بما فيها من الحوائج التي تقضى لبني آدم فكلنا اليوم بدولنا العظمى وأحلافنا الضخمة الأطلسي واليساري واليميني والشمالي والجنوبي والملحيد كلياتنا نعيش على مائدة الرحمن في هذه الأرض نأكل من أرضها ومن زراعتها ونشرب من مائها ونتغذى على لحوم أنعامها فالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهذه قضية هامة وهامة جدا أنه منذ نزل آدم على هذا الكوكب ومنذ عمر الآدم على هذا الكوكب وبدأ مرحلة الخلاف لله في الأرض منذ اللحظة الأولى أعلن أنه لا إله إلا الله وأن الله هو الخالق وأن الذي خلق كل شيء لم يجرأ أحد اليوم أن يقف يقول أنا الذي خلقت وأنا الذي أوجدت وأنا الذي أبدعت فالله عز وجل ترك لنا هذا الأمر وبيّن لنا هذا الأمر جليا واضحا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فخلق السماوات والأرض دليل وبرهان على وجود إله واحد إله قدير إله عليم إله حكيم إله خبير إله بديع في صنعه وفي إتقانه وفي خلقه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فندرس بتليسكوباتنا وندرس الكون وندرس الفضاء وندرس الكون ويزداد إعجابنا ويزداد اندهاشنا بهذا الخلق البديع ندرس خلية الإنسان كل ما كبرنا الميكروسكوب كل ما زاد معرفتنا كل ما شعرنا بجهلنا ونقصنا وضعفنا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فكل شيء في هذا الكون آية تدل على الخالق كل شيء في هذا الكون إشارة وعلامة ودليل على الذي خلق إلا لمن أعمى بصيرته هو أعمى بصيرته ليش لا فيه اليوم أمور بالبداها بالبداها ليش ربنا وضع فينا غريزة وضع فينا بالخلق اليوم ما حدا بيقول له للطفل يتنفس أكسجين ما حدا بيقول له يتنفس أكسجين أول ما بيخلق بتنفس الأكسجين مين علموا؟ مين فهموا؟ مين خلاه يأخذ الأكسجين؟ ليس أكسجين الكربون أو غاز ثاني أو غاز ثالث فاليوم في حقائق ساطعة كما هي الشمس الساطعة فوق الملحدين وفوق الكافرين وفوق المشركين وفوق الذين يحيدون والذين ينحرفون وكل هذه الأشكال الحقيقة واضحة ساطعة ناصحة كما هي هذه الشمس اليوم أنا باعتقادي يعني بكفل بني الإنسان يضيع وقته بهذه القضايا من خلق وكيف خلق في خالق ما اليوم كل بني الإنسان لازم يضافر لازم يتعاون كيف نستطيع أن نرضي هذا الإله الخالق كيف نستطيع أن نؤمن لأنفسنا حياة أبدية خالدة مستمرة بعد هذه المرحلة الدراسية في كوكب الأرض في كوكب الأرض مرحلة دراسية فكيف بدنا مفروض بطل طلاب الصف شتون طلاب الصف بتعاونوا مع المدرسة ومع الإدارة وحتى يجتازوا الامتحان بتلاقي كلهم شتون طلاب الجامعة بتعاونوا مع الدكاترة مع الأسازة لإنجاز ونجاح الطلاب بالامتحان هكذا يجب أن يكون حال سكان كوكب الأرض إذا بقي في العقل بقي بس اليوم هل أكون إبليس بالدخان والمشروبات الروحية ولا دخلة المشروبات المخدرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وبينا الفرق بين الخلق والجعل بأن الخلق هو خلق من العدم بغير تصميم سابق ما في نسخة سابقة مثلا ما أنا والله عندي سيارة طالعت سيارة مثلا هذا التقليد هذا فالخلق هو بداية من العدم خلق السماوات والأرض وجعل فالجعل هو شيء ناتج هو نتيجة عن الخلق فالخلق أولا ثم الجعل فإن الموضوع يكون واضح بأزهاننا أن الخلق وأما الجعل فهو نتيجة وجعل الظلمات والنور والحقيقة لنا وقفة هنا مع الظلمات والنور الغاية منها تبيان القصد فبعض المفسرين قالوا أنه كل الظلمات والنور في القرآن تشير إلى الكفر إلا في هذا الموضن فهي تشير إلى الليل والنهار لأنه قرن بخلق السماوات والأرض والحقيقة أن هذا الموضوع وهذه القضية يعني أعم وأشمل ليش لأنه هنا أول شيء لو أراد الظلمات وأراد النور لكان أفرض الظلمة الظلمة وحدة والنور واحد فكان أفرضها ما كان في حاجة أما هنا فالمقصود المعنى العام في المعنى العام الظلمات كثيرة ومتنوعة وهذه الظلمات تختلف بيعني مراحلها وأشكالها ومصادرها بحسب العمل المتولد منه فلذلك كان هناك الظلمات وهي متعددة كما سنرى يعني هي متعددة وليست يعني نوع واحد أما النور فهو واحد طريق الحق واحد الدلالة النيرة الصريحة الواضحة التي لا زيغ عنها هي واحدة وهون بدنا ننتبه لهالموضوع بشكل كبير وبشكل كبير جدا النور الإلهي النور الإلهي طريقه واحد النور الإلهي طريقه واحد وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام في خواتم سورة الأنعام بكلام الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما الله عز وجل عبي خاطب الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالصراط المستقيم هو النور السبل هي الظلمات فدائما يعني لاحظوا في صراط مستقيم هو طريق واحد وخط واحد هو منهج واحد ولا تتبعوا السبل بينما الضلالات لها سبل متفرقة لها سبل عديدة ومنلاحظ أن كل ما أتى في سورة الأنعام وبطرح القرآن الكريم يتردد بين الظلمات والنور كل ما أتى يتردد بين الظلمات والنور فكل قضية إما هي من الظلمات وإما هي النور الكفر ظلمات الشرك ظلمات الإيمان نور التقوى نور الصلاح نور ذكر الله نور القرآن نور الصلاة نور حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا بشكل واضح وبشكل صريح الله عز وجل يبين لنا بشكل واضح بشكل صريح وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل السبل العديدة الكثيرة فتفرخ بكم عن سبيله عن سبيل الله عن سبيل الوصول إلى الله وهذه القضية جدا جدا خطيرة هذه القضية جدا خطيرة لكل مؤمن لكل مستب لكل ساعي إلى الله عز وجل هل أنت على الصراط المستقيم أم أنت حتة عن الصراط المستقيم هذه قضية مهمة جدا هل أنت على هذا الخط وهذا المنهج الذي نقول عنه الفئة الناجية في الحديث أن تفترق أمتي في فئة ناجية من الفئة الناجية قال الفئة التي هي على الصراط المستقيم وكل شيء غير ذلك فهو ليس بناج فالنفاق النفاق هو حالة متزبذبة وهي أخطر الحالات يعني مثل عندك جهاز في اجتباعه يعني مكسور شوي بيوصل شوي بيوصل شوي بيوصل شوي بيوصل فهذه حالة النفاق المرهقة لصاحبها ولمن معه وكذلك قال تعالى في سورة الأنعام وخواتيم الأنعام في الآية 155 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا فمعناتها كمان هذا طريق النور فاتبعوه شو هو هذا طريق النور بدك النور هذا النور فاتبعوه إيه طب إذا ما اتبعنا أي حالة أخرى ما فيه اتباع للقرآن الكريم بأي شكل من الأشكال بأي تبرير من المبررات بأي كلام من الأدعية المطروحة فهي الحقيقة فهي الحقيقة شو الحقيقة أن هذا هو طريق الظلمات يوم أنت بتخرج عن القرآن الكريم هذا طريق الظلمات الشيء المدهش اليوم والمرعب الحقيقة أنه بيجوا الغربيين بيلك هدولي قرآنيين ونحن مناخد المشايخ والمدعاة بيلك إيه أنت قرآني شو يعني قرآني شو يعني أنت قرآني وإلا أنت قرآني لش مين لا يمي فينا بالقرآن لش مين فينا لا يهتدي ليش مين فينا ما يسير ولكن بتكون تقولوا على فئة معينة ضلت قولوا يا أخي هدولي رافضين للسنة لا تسموهم قرآنيين مثل الببغوات يؤسفني مهما كان فهو وقع في هذا القطأ المؤلم ووقع في هذا الخطأ البين الصريح مش واحد بيلك أنت قرآني أو أنت والله تهمي بيلك لا أنا والله ما لقرآني لا حوله ولا قوته يا سيدي نحن قرآنيين ونحن نطبق سنة النبي بنص القرآن فمن يؤمن بالقرآن يؤمن بسنة النبي لأنه مذكورة في القرآن الكريم وليخسأ كل من يقول قرآنيين هي صفة سلبية أما تلك الفئة اللي برزت اليوم بالقرن ال21 فلنسميهم رافضي السنة شو لازم نسميهم طبعا أنا صوتي ضعيف وصوتي واطي صوتي ما بيوصل يعني لآخر الحارة ولكن أنا علي أن أبين أنا علي أن أوضح والباقي على فضل رب العالمين وعليكم فالحقيقة أن الآيات وهذا كتاب أنزلناه مبارك شو المطلوب شو المطلوب رب العالمين عم بيقل لكم فوق سابع سماع فاتبعوه تبعوه قال بيقل لك واحد شو بدي يساوي أنا يا أخي كيف بدي يصال يا عمي ما عم تقرأ قرآن عم بقرأ وصرت وصلان للجزء 18 طيب شو عم تتبع قال لا أنا بس بقرأ أنا بس بقرأ وفي ناس أحلى في ناس بتقرأ وما بتفهم ما في مشكلة والله معزور بس اللي ما له معزور هو اللي ما بده يفهم في ناس بتقرأ وما بده تفهم لأن قناعتها أنه بس هي لازم تقرأ هي قناعتها فكيف هالقناعات طبعا يا أخوانا على مر الزمان والتخلف والاستعماء السلسل ليس لها نهاية أوصلتنا لهذا الواقع المرير بس بتعرفوا شو الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجه لو الشغلة متروكة إلنا مو كان عنا أربع اليوم ولا أربعة آلاف ولا أربعمائة ألف كنت لقيت بكل جامع فيه مصحف عاملينه على كيفه جماعته كل جماعة عاملين منهج وكل جماع فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله لرب العالمين حفظ هذا الكتاب دواء وشفاء وحجة على ابن آدم دواء وشفاء اللي بده الدواء وبده الشفاء وبده الهداية وحجة اللي بده ينكر واللي بده يرفض وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه هذا نور عدد ذلك اجتهادات تقولات كلام شو اسمه طرق الظلام واتقوا الله لعلكم لعلكم ترحمون فكما بينا الصراط الصراط المستقيم هو طريق النور الصراط المستقيم هو طريق النور وأي خلاف وانزياحا هذا الأمر هو خروج إلى السبل المتفرقة طرق الظلمات فطريق النور واحد وطرق الظلمات متعددة فلذلك كمان أكدت الآيات على الموضوع هذا 159 بسورة الأنعام بأواكر سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون طبعا هنا الآية على أهل الكتاب على أهل الكتاب والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن إذا طبقنا مفهوم حديث ولو دخلوا في جحر ضب لدخلتموا على مين يبنطبئ هذا الحديث اليوم دخلنا معهم دخلنا معهم بجحر الضب دخلنا معهم إيش بجحر الضب مانا برات الجحر يا جماعة الخير تقليدنا وخاصة بالأمور الأساسية خاصة بالأمور الحساسة ولهينا الناس أخي ما بجوز تقولوا تبارك لهم بالعيد الميلاد أو تبارك لهم براس حصرنا القصة بهالكم قصة هيكة الفاضين بكم هالقصة هيكة شغل الزعبرة أما الأمور الحقيقية اللي فايتيم فيها بجحر الضب ما حدا عن بيفتح ما حدا عن بيفتح سيرتها نعم نحن في جحر الضب نحن الذين فرقنا دينها وكنا شيعة اليوم واقعنا الديني تنطبق عليه هذه الآية انطباق مرعب شو معناته أهل لست منهم في شيء مين هو اللي مين هو اللي لست منهم في شيء يعني النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة هدول ما لك على ما لهم منك ولا لك ما لهم لست منه في شيء قال عم بيصلوا على النبي بكل كلمة قال كذا قال عم بيطلعوا يعتمروا ويمسكوا الشباك ويهزوا ويبكوا يا جماعة والله القصة مو هيك والله القصة مو هيك لو كانت القصة هيك كان يعني يعني عالمين يعني على رب العالمين بده الواحد يخدع ولا بده الواحد إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الآن عام 160 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها طريق النور ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون طريق الظلمات السيئات طريق الظلمات المعاصي طريق الظلمات الغفلات طريق الظلمات النور الإلهي طريق واضح من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجذى إلا مثلها وهم لا يظلمون كمان لاحظوا التناوم بين الظلمات وبين النور هذا التناوم الواضح ثم تعود الآيات لتؤكد وتعود الآيات لتبين في خواتيم الأنعام الآية 161 قل إنني هداني قل إنني هداني وإن هذا صراطي مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم شو هو الصراط المستقيم؟ شو هو الصراط المستقيم؟ قال ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قال فمعناته الصراط المستقيم ممتد ومتصل من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحقيقة ممتد ومتصل من سيدنا آدم إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فمن ضاع علي هذا الصراط المستقيم فليلتمسه في القرآن وين بدي يلتمسه؟ بدي يلتمسه بالقرآن الكريم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قال والله يا شيخ لن إلك هل حكي حلو؟ هل حكي حلو؟ بس تستعى الأمور عامة يعني لحد هلأ ما فمنا بالضبط شو هو الصراط المستقيم ما عرفنا بالضبط شو المطلوب يعني أنا بالآخير يا أخي مواطن فقير شو بدك مني؟ فهمني وضح لي يعني قلت لي هيك أنا معك وضح لي بقولك يا أخي والله أنا أضعف من أن أبين لك هذا الأمر هذا الأمر يبينه رب العالمين هذا الأمر يشرحه النبي عليه الصلاة والسلام فتأتي الآية 162 بسورة الألعام توضح وتشرح وتبين وتجعل الحقيقة كالشمس في رابعة النهار قل قل فعل أمر قل يا محمد قل يا إبراهيم قل يا موسى قل يا عيسى قل يا نوح قل يا إسحاق قل يا يعقوب قل يا داود قل يا إدريس قل ملائكة السماء قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين قال خلص خلصت الحكاية يا جماعة خلصت القصة يلي ضايعين يلي مو عرفانين يلي مو فهمانين قال هل صلاتك نسكك محياك مماتك لله أنت على الصراط المستخيم أما صلاتي لخالتي ومحيايا لبيت إحماي ومماتي لجماعتي وإيه أوكي ماشي بروح بالآخر بتقبض بالآخر تقبض القضية مو مزح القضية مو مؤنو القضية يا أحبابنا نور أو ظلمة ووضح لك الفرق بين النور والظلمة لكي تكون الأمور بمنتهى الوضوح بمنتهى الصراحة ما في عليها أي لبس قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله ربي العالمين لا شريك له لا شريك له ما بده رب العالمين لا أصنع ولا ولاد ولا عيلي ولا قدس والله شيء من خلق الله أو نعم الله مهما تكون عظيمة هذه الأمر بعتلك ياها استفيد منها وشكور رب العالمين عليها جمال تفاحة حود دلفين إلى آخره سلسلة لا تنتهي من المخلوقات البديعة والعظيمة احترمة احترمة قدرها دير مالك عليها حافظ عليها لا تخليها تنقرض بس متعبدها متعبدها بالآخير هون المشكلة هون المشكلة المخيفة بقى في مفهوم الإنسان لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنا أول المسلمين سيدنا النبي أول المسلمين كل الذين على الدين هم مسلمين وسيدنا النبي هو الأول بينهم لا شريك له وبذلك أمرت شغل مو من عندي شغل مو أنا عم بألفها مو عم ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان النبي ما كان يعني الله بصريحة قرآن عم بيقول له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فلا شريك له وبذلك أمرت وأنا وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء هذه الآية 164 قبل آخر آية في سورة الأنعم الحقيقة قبل أن نصل إلى هذه الآية لابد من وقفه يعني شوي حول مفهوم النور في القرآن الكريم فالنور الحقيقة طريقه الصراط المستقيم النور هو يخزن الإنسان المؤمن نتيجة أعماله ولكن لا يرى هذا النور كل الناس في الدنيا ممكن بعض الخاصة أما ممكن أن يشعر به ممكن أن يشعر به ممكن أن يتلمسوا ممكن أن يتلمسوا فهذا النور الإلهي موجود وكما ذكرنا أن الملائكة مخلوقات نورانية تأتي إلى الأشخاص الذين ساروا على الصراط المستقيم الذين أصبحوا مركز لهذا النور الإلهي أما يوم القيامة تنكشف الأمور يوم القيامة تنكشف الأمور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نور واضح نور صريح مكشوف للكل مكشوف للعيال يوم ترى ومستمر وبأيمانهم أشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا طريق النور هذا الصراط المستقيم خالدين فيها ذلك الفوز العظيم المعنات هلأ توضح شو هذا الطريق شو نهاية هذا الطريق شو نهاية هذا الصراط المستقيم وكذلك قال تعالى كذلك في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم قالوا أجرهم نورهم فالنور شغلة ثانية النور شغلة ثانية واضحة ظاهرة صريحة لم تعد قضية شي بيقول لك يعني رمزية شي بيقول لك تدل على الإيمان لا في نور يا أخي في نور في نور وهذا النور موجود وسترى في يوم القيامة كما أن الملائكة موجودين وسترىهم يوم القيامة كما أن الجن كما أن النار كما أن الجن كل ما هو مغيم عنك سترى يوم القيامة وهو وهو موجود ف اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر فهذا اللي يلي بقى التهى بالحياة الدنيا والتهى باللهو والزينة والتفاخر الظلمات قطيتوا بالكم دائما في إشارة إلى النور إلى الطريق المستقيم إلى الطريق الوقي وفي ظلمات ولكن بس هنا أنا بدي بيّن نقطة صغيرة أنا لا أعني بذلك آراء الفقهاء وإلك واحد ما أنت خلص في رأي لا 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 في المسائل الفقهية في المسائل العلمية التي تحتمل الآراء فهذا شيء يعني مباح وهذا شيء في توسعة على الأمة أنا عنيت في المذاهب العقائدية هذا اللي بيكفر هذا وهذا اللي بيطالع ما أحدا بيكفر واحد إذا والله يا أخي أمل حسب المذاهب أو كذا لا وإنما وحتى موضوع المذاهب آن الأوان إذا في قضايا الحسمة في قضايا كانت سابقا في مجال لوجهات النظر اليوم ما عد مكشفت القصة ما عد فيه أخي بين الأدن والحلق في حاجز في حاجز فأطرة الأدن ما حد فترك يعني في اليوم أمور كشفها لقلم كشفتها ما منظل منحكي فيها ما منظل منقول والله في رأي المذاهب الفلاني هيك ورأي المذاهب الفلاني هيك بقصد التكرار أصحاب المذاهب بيّنوا الاحتمالات كلياتها حطوا كل أنسا يأتي وقت يفصل ويبين فمتى ما بيّن هذا الوقت خلاص ننتهي بقى ما نظل عم نعيد ومكرر لأن فلان قال هيك ولأن الإمام الفلاني قال هيك لا كل الأهم يقال لك إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صحته قضية وأصبحت يقينية وأصبحت كذا فأنا هذا مذهبي أنا عم بيّن رأيي مثل هلأ اليوم المحللين السياسيين بيقول لك ببطو يصير هيك وبطو يصير هيك بطو يصير هيك وبطو يصير هيك يعني طيب بعد ما صار هيك لسه عم نحكي بالإحتمالات اللي كان بده وبده ولا منحكي بالحقيقة اللي صارت نحكي بالحقيقة يلي صارت وبالحقيقة يلي انتهينا إليها يا أيها الذين آمن توبوا إلى الله توبة النصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم لحظ التأكيد الوصف المتلازم بين المؤمنين الذين التزموا النبي عليه الصلاة والسلام ونورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ربنا يا رب يا رب يا رب السماوات والأرض يا من رفع السماوات بغير عمل يا رب اتمم لنا نورنا يا رب يا رب اتمم لنا نورنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب اهدنا الصراط المستقيم يا رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير واجعل في قلوبنا نورا وفي عقولنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا يا نور السماوات والأرض يا نور كل شيء وهدى نور قلوبنا بأنوار ذكرك ونور قلوبنا بأنوار معرفتك ونور قلوبنا بأنوار كلامك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة